التحديات السياسية والجيوسياسية اليوم في العالم تتأثر بها كل دول العالم وترجل السفير والإعلامي عبدالغن الشميري لكنه وهو يترجل من على صحوة جواد الحياة دلف إلى سجل الخلود من أوسع أبوابه ليتأكد لكثيرين مع الإعلان عوفاته أن البعض مهما بدى حجمهم في حياتهم كبيرا إلا أن موتهم يكشف أن حجمهم الحقيقي أكبر بكثير وأنهم لم يكونوا يرون من تفاصيل حياتهم إلا ما يرى الناظر للجبل الكبير أما الحجم الفعلي فهو الجزء غير المرئي وذلك ما رأوه من لم يعايش الشميري عن قرب في سطور وكلمات من عاشوا معه أو تقاطعت حياتهم بحياته في واحدة من محطات حياته المختلفة والمتنوعة التي شملت مجالات متعددة في الحياة كتب الإعلاميون عن عبدالغني نصر فقرأ الجيل الذي لم يعرف عبدالغني يوم كان فارس الإعلام في الميدان عن الشميري رفيقي يحيى علاو صاحب فرسان الميدان عن عبدالغني صاحب التاريخ الغني بالأداء الإعلامي من على شاشة التلفزيون اليمني وصولا لمواقف ثرية للشميري إداريا يدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في عدن منتصف تسعينيات القرن الماضي ورئيسا لقطاع التلفزيون الفضائية اليمنية بداية الألفية الجديدة ومن كتبوا عنه من هذه الزاوية كتبوا عنه بوصفه أبا أخذ بأيديهم ومسؤولا شجعهم وإعلاميا أكسبهم من خبرته فصاغ مسيرتهم وكما كتب الإعلاميون كتب آخرون عن الشميري المناصر لتطلعات شعبه المدافع عن الجيش المنحاز لثورته من جعل الكلمة سلاحه للدفاع عن الشباب الذاهب نحو المستقبل بسلميته لينتهي به المطاف سفيرا للجمهورية التي ولد بعد إشراقة شمسها السبتمبرية بعامين ومن هناك من أندونوسيا ارتقت الروح تاركة الجسد المنهك بحم الظنك حاملة معها أشواق حر ينتظر خلاص الوطن من ظنك الملشنة تكلمون ترجمة نانسي قنقر